أهلا بكم مشاهدي الكرام وحديثنا الآن سيكون عن ملتقة المؤسسات العربية الداعمة وهذا الملتقة يعتبر جمعية غير ربحية تعمل كمنبر للمؤسسات الداعمة أو المؤسسات التي تعمل في مجال العطاء الاجتماعي بهدف تعزيز العطاء الاجتماعي حتى يحقق التنمية المستدامة أو العطاء المستدام فحبينا في هذا الصباح أن نتعرف أكثر وتفاصيل أكثر على هذا الملتقة وهدفه فمن رحب بضيوفنا الكرام رحب أولا الدكتور عطالة كتاب حضرتك المدير العام لمؤسسة التعاون وعضو مجلس الإدارة في ملتقة المؤسسات العربية الداعمة أهلا وسهلا فيك ورحب بالسيدة لومة حمدان مديرة ملتقة المؤسسات العربية الداعمة أرحب فيكم وفي البداية دكتور حبي أعرف السادة المشاهدين أن أحكي ملتقة المؤسسات العربية الداعمة شو يعني المؤسسات العربية الداعمة ماذا تدعم شو هالمؤسسات وشو هذا الملتقى أيضا أولا صباح الخير للمشاهدين وشكرا على هاي الفرصة الصحيح العطاء بمنطقتنا العربية مشيش جديد بس حتى ما يكونش فيه انطباع انه عم نخلق عطاء بالمنطقة العربية دائما موجود هذا جزء من التراث جزء من الأديان تبعتنا الاشي الجديد اللي صار بالمنطقة العربية خلال العشرين سنة الماضية مع زيادة التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص ودعم الحكومات لهذا المجال عم بصير فيه كتير مؤسسات جديدة اللي هي بنشؤوها رجال أعمال أو مجموعة رجال أعمال أو أشخاص مهتمين بسبب اللي القادر يعطي للمحتاجين اللي حواليهم طبعا بالزمنات كانت الواحد يعطي وما يسألش وين المصاري عم بتروها عم بصير فيه اهتمام أكتر هلا أنا بدي أعتذر سمئنا والحمد لله على أوضاع طلابنا وجاليتنا الأردنية أعود لضيوفنا الكرام دكتور عطلة كنا نتحدث عن ملتقى المؤسسات العربية الداعمة كنا نتحدث عن مفهوم هذا الملتقى ورسالته وفكرته بشكل عام شكرا وبنيح اللي يتمؤنينا على الطلاب نصر كنت عم بقول انه في زيادة في عدد المؤسسات الداعمة خلال العشرين السنة الماضية وزيادة طردية يعني ما ليه لانه المسؤولية الاجتماعية الوعي فيها اتحسن كتير خلال المنظمة اتحسنت كتير خلال السنوات الماضية وكان فيه شعور لأشخاص زي اللي احنا مندير مؤسسات داعمة بالمنطقة العربية وعددنا مش كتير كبير هلأ بدروها وبتنظموا وبتوحدوا يعني انا مدير عام لمؤسسة تعاون ليه مؤسسة فلسطينية مسجلة في جنيف تعمل في فلسطين ومخيمات اللاجئين في لبنان في مثلي وعندنا تمويلنا الخاص يعني هاي اللي بميزنا عن الجمعيات الاهلية وفي مؤسسات تاني موجودة بالمنطقة العربية العدد قليل كان فيه شعور احنا كان مديريين قبل حوالي اربع خمس سنين انه معقولة ما نتقيش مع بعض بننظم عمل هاي المؤسسات حتى تعطوا شكل وما نقولش بس من الغرب يعني الغرب متطور عننا بهذا المجال احنا المنطقة الوحيدة بالعالم اللي ما فيهاش تجمع للمؤسسات هاي المنطقة الوحيدة بالتالي الملتقة هو اول محاول بالمنطقة العربية اللي بيجمع المؤسسات الداعمة تحتى ننظم من عملنا نتحاور بالعمل نحسم من اداءنا وننقل بس كمان نطور على اللي مننقله من الخارج من ناحية الأفضل أسري بالعمل نعم خلينا نتحدث شوي على العضوية وشروطها في هالمنطقة كيف بيكون شكل العضوية وشو شروطها أولا شكرا كتير وبصوفة أنا بوجودي هون معكم اليوم احنا العضوية عندنا بالضم حاليا 34 عضو من ست دول عربية هي من أبرز المؤسسات الموجودة في المنطقة العربية المؤسسات الداعمة وغيرها طبعا هلأ احنا باب العضوية مفتوح للجميع مفتوح للمؤسسات الداعمة مفتوح للجمعيات الأهلية للمراكز الأبحاث وللجامعات المعنية بالعطاء الاجتماعي طبعا في فئات معينة لدينا ثلاثة فئات للعضوية وشروط معينة بس الباب مفتوح للجميع على الاستفادة من خدماتنا ومن تحسين القدرات لهذه المؤسسات نعم يعني في المبادرة الموسوعة العربية للعطاء الاجتماعي خلينا نتحدث عن هذه المبادرة من الشركاء اللي معاكم وكيف اشتغلتوا فيما يتعلق بإصدار هذه الموسوعة إحنا يعني من إنجازاتنا عندنا إنجازات الحمد لله يعني في خلال تقريبا سنتين قدرنا نستقطب عدد زي ما حكيت من الأعضاء وواحد من الإنجازات اللي صاروه هي الموسوعة العربية للعطاء الاجتماعي قمنا بالتعاون مع مركز جيرهورت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة بإنشاء موسوعة قمنا بترجمة وثائق مهمة من منظمات رائدة في أمريكا وأوروبا عن تقديم المناح وعن مبادئ وأساسيات العطاء الاجتماعي للغة العربية يعني حتى تكون نموذج مثلا؟ لحتى أنه يعني نحسن الحصول على الخبرات العالمية والمعلومات ونحسن الأداء للمؤسسات بحصول على معلومات مثل هاي يعني أفضل الممارسات في مجال العطاء الاجتماعي هي موجودة على الموقع الإلكتروني تبع الملتقى وتبع المركز جيرهورت وبتيجي ضمن خمس فئات رئيسية منها أساسيات تقديم المناح كيفية إدارة المؤسسات وغيرها من شركائكم بهالموسوعة أو منساعدكم حتى تطلع هالموسوعة؟ إيجانا تمويل خارجي من مؤسسة فورد ونشكرهم عليه وقمنا بالتعاون مع المركز مع مترجمين محددين وأخذنا طبعا يعني من مؤسسات موافقات من مؤسسات معينة رائدة بهذا المجال بأننا نترجم وثائقهم ونحطهم على مواقعنا الإلكترونية طيب دكتور عطالله يعني هذه الموسوعة هي كتبت عن خبرات ناس وتجارب ناس في الغرب هل لدى هالموسوعة أو هالملتقة أنه فكرة بأنه من ضمن خططه المستقبلية أنه يعني زي ما ترجم عن الغرب أو من تجارب الغرب أنه يعطي عن العطاء الأردني وحضرتك ذكرت أنه العطاء العربي موجود وهو أصلا يعني جزء لا يتجزأ من القيم العربية والتراث العربي والدين السماوية هل هناك خطط مستقبلية؟ مية بالمية والسؤال كتير مهم هذا المرحلة الأولى الترجمة المرحلة الثانية هي نأقلم اللي ترجمنا للغة العربية للأوضاع تبعتنا وبنتأمل بعد ما نأقلمه ونزيد خبرات عربية ناتجة من عملنا بالوثائق اللي ترجمناها ونطلع وثائق جديدة وقتها الغرب ممكن يترجمها تحتى ننقل الخبرات اللي عنا لمناطق تانية يعني عمليا لحد الآن المفهوم التنموي هو مستورد ونحكي عن كلمات الاستدامة كلمات الفيلانتروبي فاش عنا كلمات إلها جندر باللغة العربية بنا نحاول نصير فيه حوار بالمنطقة العربية حتى نطلع بالخبرات تبعتنا ونطلع بالمصلاحات تبعتنا ونبني على اللي عم نجيبه من الغرب في هذا المجال نعم طيب ستلوما بالنسبة لها الموسوعة يعني كيف لقي رجع الصداء أو انعكاساتها على المتلقي أكيد شفتوا قداش فيه ناس بيفوتوا مثلا على هالموقع صراحة صراحة هي احنا اطلقنا الموسوعة يعني رسميا بحفل من أسبوعين فلساتها كتير كتير جديدة ويعني لساتنا ما شفنا ما عملتوا فريق اختبار مثلا عرضتوا عليهم شفتوا شو ردت فعلهم هلأ هذا في صدد احنا هلأ عم نعمل بنا نعمل زي دراسة مسحية نشوف كيف التفاعل مع هاي الموسوعة والاستفادة منها بس احنا في من أسبوعين أطلقناها رسميا برعاية كريمة من سمو الأميرة بسمة بن طلال في جامعة كولومبيا للأبحاث طيب الآن شو الخدمات اللي بقدمها الملطقة يعني ذكرنا عن العضوية وشروطها أكيد عندكم خدمات وعندكم برامج حتى تحققوا الهدف من الملطقة أكيد شو الخدمات وكيف ألية تفعيلها هلأ احنا من خلال الملطقة من تريح الفرصة للمؤسسات الأعضاء بأنهم يعرفوا بتجاربهم وأنهم يتبادلوا الخبرات والمعرفة وينشئوا شركات استراتيجية فيما بينهم منعقد ندوات وورشات عمل ودورات تدريبية بهدف أنهم نحسن ونطور قدرات المهنية للمؤسسات الأعضاء كمان من تحلهم الفرصة أنهم يشاركوا بمؤتمرات دولية وأنهم يقيموا علاقات مع مؤسسات أجنبية ذات العلاقة كمان منوفر فرص الحصول على المعلومات لتحسين عملهم نهاية طيب يعني في عندكم خط معين للتعامل مع هذا الموضوع لكن أنا زي ما فهمت من حضرتك أنه هدف هالملطقة تعزيز العطاء الذي يحقق تنمية مستمرة كيف تكون تعززوا؟ يعني شو الألية؟ شو الوسيلة تحققوا؟ يعني بتعززوا العطاء؟ يعني إحنا من خلال تجمحهم مع بعض وتبادل الحوار وتبادل الخبرات ونوفر لهم المعلومات عن أفضل الممارسات الموجودة من نقدر نخليهم يقووا في مجال العطاء يعني فيه هلأ مثلا الناس بطلوا صارت الناس اختلفت بطلوا يعطوا عشان بس المدى القصير صاروا يفكروا يعني الناس حتى اللي عم تعطي بدها إشي يكون مستمر بدها إشي يكون مستمر طويل الأمد يعود على المجتمع بالفائدة لمدة طويلة فالناس أصلا بطلت بس توقع شكات وإنه يلا وتعطي هالمبلغ وتعطي هالمبلغ وإنه يلا صارت إنه مثلا تعتمد على تقييم الأداء لهاي المؤسسة عم تعمل شغلها صح طريقة التقارير هل فيها شفافية هل فيها هذا كل ياته إحنا مفاهيم عمالنا من نعززها وعمالنا من خلي المؤسسات تشتغل على أساسها على أساس إنه نخلي الدعم أكبر والاستدامة أطول شو أهم التحديات دكتوري بيواجهكم سواء كان في المنطقة أو في المؤسسات العربية الداعمة شو التحديات بتواجهكم يعني أهم التحدي هو إنه بعملنا كل إيتنا بالدول اللي إحنا فيها عمليا بنواجه نفس المشاكل يعني مثلا في فلسطين بنحاول نخلق فرص للشباب بنحسن التعليم نفس هاي المشاكل موجودة بباقي الدول العربية هل في خصوصيا كان المنطقة العربية بالضبط هذا هو أهم إشي للملتقة إنه رام إنه مشاكل خاصة بفلسطين إنما الزميلة اللي بيشتغل بالسعودية أو بمصر أو بدول عربية تانية عندهم نفس المشاكل بخصوصية تانية مهمة المشاركة بالخبرات تبعتنا حتى نقدر نستفيد ونعزز عملنا بالمناطق اللي نشتغل فيها وهاي جزء من الاستدامة الاستفادة من التجارب المختلفة مشاكلنا واحدة إلى خصوصية إنما الحلول متشابهة جدا وغلط ما ننصقش بنات بعيد والملتقة هو تجمع اللي بخلينا ننصق بعملنا يكون فيه أداء أحسن ونتائج أحسن أعطيكم العافية أنا كتير مبسوطة بهالكلام الجميل اللي هو بنظم بيعطي شبه مؤسسي لعمل اجتماعي أنا بدأ أشكرك ستلومة وبدأ أشكرك يا دكتور صباحكم إن شاء الله طيب وعملكم خير إن شاء الله شكرا شكرا